صار من أسبوعين حادثة أليمة يلي هي حادثة المنصورية وقعت بناية اشتغلوا بقدر ما بيقدروا الصليب الأحمر والدفاع المدني وكمان كان فيه درك اشتغلوا من كل قلبهم وقدروا عملوا اللي قدروا عملوا بس عملياً بناية واحدة أشطيت ما كان عنا القدرة أنه نخلص الناس اللي موجودين فيها تخيلي معي سيناريو فتنة بحرب نحنا وتدمر تدمر البلد بالطريقة اللي تدمر فيها 2006 أو بالمشاهد المخزية للإنسانية اللي عم نشوفها اليوم اللي عم تصير بغزة شفنا رئيس الوزراء اللي بقول أنه القرار سلمه الحرب مش معي وعملياً هذا إذا هو قبلانه على حاله نحنا كنوة معارضة مش قبلانينه على حاله لنا حق نحنا ندافع عن حالنا وأكيد إذا تعديت إسرائيل الجيش لبنان لازم يرد أنه يمكن تفوتي بحرب نحنا معهم نقولها ولكن مين بيقرف أنه اللبنانيين بيكونوا رهائين لقرار خارج الحدود لإيران شو بتقرر يعني كيف عم نتعاطى نحنا كل يوم شو بتسأله حالكم أنه هل في حرب ما في حرب مين بيقرر نحنا بدولة أو بغابة في دولة اليوم أو لا هذا البرهان أنه اليوم في خلل بالنظام وبالشواز اللي عايشينه وصلنا 40 سنة كل المناصرة الإنسانية علينا واجب أكيد ما من روح من إحنا من ورّة حالنا بحرب أصلا مش قادرين وكهات دولة وهذا البلد مش قادر يدوّل أمبا مش قادر يفرز برميل نفايات كيف يعني؟ أولويتنا نحنا اليوم هي تطبيق السبت عاش سفر واحد أو إذا بدك الإصرار على تطبيق السبت عاش سفر واحد ويكون الجيش اللبناني موجود واليونيفي الموجودين لهذا وكل حدا بده يتمرد على هذا القرار لازم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني هو يضرب بإيد من حديد ترجمة نانسي قنقر